أهلا بكم الجديد وقعت شركة دراجون أويل المملوكة بالكامل لحكومة دبي مذكرة تفاهم مع شركة تركمان بيت نفط تركمانستان وتضمنت المذكرة توسعة استثمارات شركة دراجون أويل في قطاع النفط والغاز التركماني الواحد الذي يشمل ثلاثة حقول نفطية جديدة وعلى هامش التوقيع التقى فخامة قربان قولي بردي محمدوف رئيس مجلس الشيوخ أبو الأمة في جمهورية تركمانستان بمعالي سعيد محمد الطاير رئيس مجلس إدارة دراجون أويل وانقش الجانبان خلال اللقاء سبول تعزيز التعاون الثنائي بشكل أكبر واستكشاف إمكانيات النهوض بقطاع الطاقة وصناعة النفط والغاز في تركمانستان بالنظر إلى الخبرة الواسعة والإنجازات الملحوظة لشركة دراجون أويل في هذه المجالات الاستفاقي توقع مهم جدا وتلقي الضوء على الرقعة رقم 19 وهذه رقعة استكشافية عملنا مسح زلزالي والرقعة واعدة والطموحات متطابقة بين حكومة تركمانستان وحكومة دولة الإمارات وشركة دراجون أويل للبحث عن النفط والغاز فهي فرص واعدة في هذه الرقعة وبنقوم بالواجب حسب متطلبات الحكومة التركمانية